نظامت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحليات مياه البحر بمدينة الجلالة ومحطة معالجات مياه مصرف المحسمة ومحطة معالجات مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتة الجديدة السمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن ألية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه والتي تتم وفقا لأحدث الأساليب المتطورة في هذا المجال كما تفقد الوفد عددا من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعددا آخر من المرافق بمحطات التحليات والمعالجات للمياه وآرب أعضاء الوفد عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتح الفرصة للإطلاع على أحدث أنظمة التشغيل والتحكم بمحطات تحليات ومعالجات المياه بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتحة